السلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا بجميع ان شاء الله يلقيكم هذا الفيديو في اتمسحة ومرحبا بكم في فيديو جديد وجديد ملابس وتنطيقات المحجبات وغير المحجبات اذا كنت اول مرة كتشاهد القناة وكذلك يعجبكم محتوى الموضة والاناقة فما عليك الا انك تنضم بالقناة بالاشتراك وكذلك انك تغطي على زل اعجاب بالفيديو وتفعل الجرس باش يوصلكم جديد الفيديو هاد لي وشكرا لكم ملابس وتنطيقات خريفية وشتوية كذلك موضة انيقة وراقية عالمية وعربية كيف كتشوفوا معي وتركيا كذلك البيسة نسائية راقية بحالة تشكيل هذا دل هاد الموضة ires كيف كتشوفو معي ايها وبالالوان كيف كتشوفو أخضر كذلك البيج الذي يجب attractها يوص dance بالملابس كاملة يعني من الفيديو الكراكب وتشينه ك لا يوم ازال عليه اطفال عالمية كاذل هاد الموضة هاد الوردي و هذا التنسيق يجب أن يكون أليق بشكل لفست يجب أن يكون هذا الشكل بشكل لفست يجب أن يكون لفست تنسيقها خريفية وشتوية يجب أن يكون لفست أكثر من طريقة يجب أن يكون لفست أفكار كثيرة وطرق كثيرة وكذلك الألوان الميلونجات هنا الأزرق مع الباج مع الشكل الميني بوت اللي لابسه كذلك بالنسبة لهذا المونطو يجب أن تنسقه مع الباج ومعه كذلك هات النوعية هذا المونطو بالنسبة لهذا الشكل كذلك الميني بوت شاتوي يعني يجي أنيق وكذلك كلاس دائما البنات كنحاول أن يجيب لكم الجديد ودائما نجيب لكم الأناقة وباش تبعني دائما متميزة وكلاس دائما فما سبخليش عليا باللايك ديالك وكذلك أنكم تفاعلوا مع جميع الفيديوهات اللي كنقدم لكم باش هكذا للاستمرارية ونعرف أن هكذا جيبكم البنات بالنسبة لهذا جاكت ديال جين اللي كجي طويلة بهذا الشكل يعني كيفاش نسقتها ولبستها كذلك هنا يكون هناك تكون من تريكو ومن هات النورة هاتي اللي يجيه هنا بالره ماضي كتشوفوا معيها هات النوعية ديال الميني بوت يعني كجي من الأمام بحل لشكل كذلك كذلك هنا هات الفستان اللي كيجيب حلك بالكارويات يعني ضفت لي هات لسانتوخ هاتي اللي جاء انهيقو كلاس كذلك بالنسبة هنالها التنسيقه هناختارت فيها هات الشكلة ديال هات القارديكن هنيا كيفاش قدروا تلبسوه بأكتر من طريقة بحالة شكل هيدا هناختارت ميني بوت بالكعب العالي وكذلك تقدروا تلبسوه يعني بشكل اللي لبست من قبل كذلك هنيا هاد الفيست هذي اللي كيجيب حال هكذا يعني شتوية وكذلك خريفية يعني سخونة هنالبسها مع تنورة كذلك هاد اللون هادا اللي كيجي انيق في اللبسة ديالجو هنا كتشوفوا معيات تصميم ديالو من جهة تجيب بالنسبة لهات التنسيقه هناختارت فستان موديل جديد وكذلك هاد الموديل ديال هات الموطو اللي جاب الاسود دائما نبقه في التنسيقات وكذلك الموديلات جداد بالنسبة الملابس الشتوية والخريفية هنا يات ميلونجا والالوان هنا بالنسبة الازرق كذلك الوردي في التريكو هنا كذلك الاسود والابيض هنا حقائب ليت كيف كتشوفوا معي كيف اشكي نوعهم يعني مع الكل اللون في التريكو فستان بالكوير او اللبس الجلد يعني كيجو في هاد الازرار من الجنب كيجي انيق وكذلك ستايل ديالو راقي جدا وكلاس هاد النوعية لهاد الموطو اللي كيجي بالفوق هنا يحتل الكتاف يعني كتلابسوه هتوا به هاد طريق هادي لابسه مع انسومبل كما كتشوفه معي يعني البيج هنا مع المارو و هاد تنسيق هاده اللي اختارت فيه هنا او هاد تنسيق هاده اللي فيه لابسه و فيه كذلك هاد البنتان اللي كيجي قصير بالنسبة هاد الموطو اللي كيجو فيه بحالة كجو الالوان ميلانج هنا الوردي معه بالنسبة لهاد تصميم ديالو كيف كتشوفوه هنا كيجو فيه هاد جويبات و كذلك هاد نوعية ده الحقيبة اللي كيجي بحالة كده اوفال هاد تنسيقه يعني مناسبة للعمل او لا خارجات اللي كتكون متميزة يعني كجي انيقه و كلاس كذلك هاد يشكل هاده لهاد الموطو اللي كيجي دويل هنا بسليسلة يعني كيجي مستور وعملي كذلك حد من الدشجي حد من المصر ينخل من الدشجي و كيجي فيها تسليسلة تقدرو تخلي مفتوح او لا تسدوه حسب يعني بكل بنت كيف كيت بغيت تلبس التنسيقه ديتها كيف تبغيت تختار كذلك هاد الانسامبل يكونوا يعني يعني يكونوا عمليين تقدر تلبسوهم مع جميع قطع الملابس كذلك هاد شكل هادا دي هاد الموطو هنا اللي بجاجها بالرامة هنا اختارت الاسود كذلك البني او الباج هنا اختارته مع هاد الشكلة دي لها البونت يعني الباج هنا جاء درجات بالنسبه هنا لها التنسيقه اختارت فيها هاد الموديل لها التريكو هادا اللي كيجي فيه بحلم هاكا كيجي قصير هنا مع هاد صنورة اللي كيجو فيها الطيات كيبك تشوفوا معي هنا كيجو في هاد الخطوط بالنسبة لتريكو يعني مناسب البنات اللي وصلتوا معي حتى لد اللحظة ما دنسوش انكم تدروا لايك الفيديو باش هكذا يوصل لجميع البنات وكذلك انهم يستفدوا من الجديد وللاستمراريتي فقط وكذلك كتشجيع لكم لي باش هكذا نجيب لكم الجديد ودائما نجيب لكم الملابس اللي كتناسبكم باش تبعني بابها حلة النسيقة اللي اخترت فيها هنا هاد الشكل هاد المونتو كيجي ناي الميلانج ما بين زيتي وما بين الباج بنسبة له هاد النوعية او هاد الموديل ديال هاد البونتالوت يكون قصار هاد الشكل هاد ديال هاد بحل الفستان كيجي طويل بحلقة كيشوفي هاد الازرار بحلقة دا يعني عمالي كالقدرات تخليه مفتوح او لسدوه به هاد شكل يعني الخارجات سريعة او الخارجات العادية فكيجي انيق وكذلك راقي ومناسب للمحجبة وكذلك غير المحجبة بالنسبة للفستان هنا كيجي دو بياس يعني كيتكور من قطعتين هنا هي الافيس ومعاه هاد الفستان لي كيشبح لكا نصكم كذلك مع هاد العصان تيوها ديالي كتضيف له واحد الاناقة هنا تصميم دياله راقي انسومبل هنا فيه تريكو فيه بونطالون يعني شفنا هاد الانسومبل كانوا خرجوا لعام اللي فات وكذلك هاد العام هادا لانهم تيكونوا اكتر طالب بالنسبة هنال هاد الانسومبل هنا كيتكون من هاد جاكت ديال جين كذلك هاد تريكو هادا ومعاه هاد البونطالون يعني كتجي تنسيقها فيها تخوة بياس كتقدر تخليه مفتوح او لسدوه على حسب الرغبة كذلك هاد شكل هادا ديال هادا يعني انسومبل هنا كيتكون ملافست بالنسبة للكول كيجو في هاد الفوغيوخ هنا كيجي به هاد شكل ديال القوماش فستان اللي انيقو كذلك الجميع ابناز كيعجبهم هاد شكل هادا وهاد تصميم ديال هاد الفساتين يعني اللي كيجو راقيين وكيجو طوال كذلك وكما كتشوفو كيجو الى سيك من جيهة البطن كذلك كيجو فيهم هنا القب هنا اللون الازرق كذلك هاد فسان هادا اللي خريفي وشتوي يعني تقدروا الطيفولية غير مونطو فهو تكون سخون هنا كيجو في هاد الاسرار من جيهة الكميم كذلك هاد نوعية ديال هاد المونطو هادا اللي كيجو فيه بحل ماكل كوير وكيجي فيه هاد الشكل بحل الكارويات الفيست جديدة اللي كجيبها كخوازي كما كتشوفو كتشد من الجنب يعني وكيجي لكل ديال هاد طالع ومناسب كذلك محجبة وغير المحجبة ان شاء الله تكونوا كملتوا معي لفيديو حتى الاخير باتنسوا الشبرتاج ديالكم واللايك ديالكم وانطلق معاكم في فيديو قادم ان شاء الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة